حقيقة اليوم يعني أحد الإجراءات الأولية في إصلاح المرفق القضائي ويزاهم الله خير الأخوة في اللجنة التشريعية على هذا القانون والجهد اللي ابذلوه اللي قعده اللي ساعات متأخرة أمس وهذا جهد حقيقة مقدر الأمر الآخر ومثل ما قلت هي الخطوة الأولى القضاء يأن من بعض منتسبيه والفساد النيابة تأن من بعض منتسبيها والفساد اللي حاصل فيه والآن وأقولها وبكل صراحة شفتوا قضية صالحي قضية صالحي ستضرب وبيطلعون كلهم براءة تدرون ليش لأن المحقق الرئيسي في قضية صالحي قبل يومين من مرافعات التمييز يتهم في قضية أم دولة وترفع عنا الحصانة قبل يومين من مرافعات التمييز في القضاء وهذا حتى تبطل قضية تدرون مرافعات المحامين عن صالحي وربعه كلهم حطوا وقالوا هذا وكيل النيابة الآن مرفوع عنا الحصانة للسبب هذا واجب علينا إصلاح هذا المرفق وأنا أقول لك وزير العدل الآن وأنا عرف وزير العدل وعرفه من مدة طويلة إنسان نظيف وصالح وليش وليش التهم في قضية أم دولة ليش وليش قبل يومين من مرافعات التمييز ليش وشلو إجراءاتك هل تمت بصورة قانونية يستقلون شخص مجرم عليه قضايا كبيرة يحطون شاهد استدلال على وكيل النيابة هذا لا يمكن القبول فيه لا يمكن القبول فيه وأنا أقول لك وزير العدل عليك مهمة رئيسية بمحاسبة من وراء هذا الأمر ييب وكيل رئيس النيابة وقول لها شلو إجراءاتك وقول لها شلو عدلتك وشلو سويتها وشلو طلعتها ومن وكيل النيابة اللي يشتغلوا فيها وشلون يا أبو الأدلة ومنه الشاهد الرئيسي في هذا الأمر منه هذه كلها يجب أن تكون محل محاسبة وأنا أقولها الحين إن ما صار شيء وأعيد لها اتباره وكيل النيابة خلف لحبشي راح أطلب جلسة خاصة وراح أحط الأدلة كلها هنا إذا ما تتم محاسبة وكل النيابة اللي سووا هذا الأمر في زميلهم اللي كان يأدي مهامة على أكمل وجه اللي كان يحاول يبين الحقيقة في المحافظة على هذا المرفق لكن أن يضرب المحقق الرئيسي في هذه القضية قبل يومين من مرافعة التمييز لأكبر قضية فساد في القضاء شلون شلون تمر مرور الكرام على النيابة بهذه الطريقة على رئيس النيابة بهذه الطريقة أنا أطلب من وزير العدل فتح تحقيق في هذا الأمر وإلا سأطلب جلسة خاصة بمعاونة أخواني أعضاء هذا المجلس وراح أبين كل الأدلة هنا أمام الشعب الكويتي عليهم فتح تحقيق مع وكل النيابة اللي شاركوا في هذا الأمر لضرب القضية وهي منظورة أمام التمييز